فواز الدرك عماد صحن عماد هاستة مصرت مستثمر وهاي هاي المودي الياخة هاي بطلة والله ما تفتح الياخة عريضة وتفتح القميص والله موادة بطلة حتى هذا المقفل ها موادة بطلة هيدر الوزان اسماعيل كاظم اشناوة حلو طبعا اول شي اريد اشكر النزاحة اريد اشكر القضاء العراقي على اللي سووه يا فواز اليوم انجاز حقيقي يحقق البرنامج انه فواز شنو صارويا اسمع مني النسيج والجلود على اساس هاي الحلقة نفتح ملف ماكنة الحقن المباشر اللي جابها عماد الصحن او عماد صحن جابر ومشاها فواز وبيها هدر واختلاص تمام؟ يتجاوز الي ثلاثة ونص مليار اسمع يا رئيس هيئة النزاحة ثلاثة ونص مليار امخليها عالجايات خوش موضوع الثلاثة ونص مليار خليها عالجايات خلينا بالهسة اللي اهم من هذا الحمدلله احنا ما نحكي شي غلط ولا بدون اثباتات وادلة يوم الاثنين اللي فات اصدرت محكمة الفساد المركزية قرار الحكم بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ على يمن على فواز هذا فواز اللي يقول انه انا ما خاف من النزاحة انا علي خمسة وعشرين دعوة بالنزاحة اللي يصيرها ستة وعشرين تمام من هو فواز الدرك واسماعيل قانونية هذا هذا اسماعيل قانونية يعني هذا اول قيد جنائي والحسابة بتحسب اسمع يا فواز ويا اسماعيل هذا اول قيد جنائي الساعة بخمسة قانونية والحسابة بتحسب الجماعة مكيفين يقولون راح نميز القرار دروحوا ميزوا وشوفوا شلون يصير قرار التمييز عود عبالكم نعوفكم هذا القرار قليل بحقكم انتوا اختلستوا مليارات وهسا تبقون مليارات تريدوني ما افضحكم لا انا راح اوصل كل شي للنزاهة واني وعدتكم من اول حلقة وبقية الذيول تمام ولوقية عماد صحا بس اكو مستجدات خلي نسولف بيها وهنا راح نسولف بثلاث نقاط على السريع اولا رسالة الى وزير الصناعة خالد بتال هواي موظفين يراسلون البرنامج ويحشونوا يا فريق الاعداد يقولون لازم نشكر الوزير يقلوا لهم الاعداد على شنو تشكرون الوزير قالوا على قرار ابعاد ونقل فواز مفلح درك ابن عمه من النسيج والجلود وهمزيان خلصت من عنده ومن فساده بس ها مو كافي هذا يا وزير الصناعة حتى نشكرك لا المفروض صدق هذا الحشي يصير وتسوي شغلتين وتثبت للناس انه انت ما تجامل فواز اولها ان تمنع فواز من التدخل بالنسيج والجلود لان فواز الحد الان شوف حكم سنة مع ايقاف التنفيذ ونقله والحد الان يتدخل بالنسيج والجلود والدفاع عن عصابة عماد الصحن لان هذا ما مسموح عماد الصحن انا ما رح اخلي واحد من جماعتك ما رح افضحي تمام احنا جاي نقول لك ونبلغك وثاني شغلة يا وزير الصناعة نطلب منك انه من ييجي كتاب على فواز من هيئة النزاهة لا تضم تمام ترى ماكو شي ما يوصلني لا تضم وتخفي الخروقات وفساد فواز ترى الموضوع بعد ما يتحمل وملفاته كثرا وصارا اسمان كلش اسمان ووصلا للقضاء وما رح يطوله هوايا ثاني شغلة نسولف فيها اليوم ونوجه الى وزارة الصناعة والمعادن الدائرة القانونية وهاي خطرة كلش مدير القانونية قانونية النسيج والجلود اسماعيل كاظو مش ناوة هذا تمام ده يشتغل محامي مع العماد صحن بحيث اي كتاب ييجي اسمع يا رئيس هيئة النزاهة اي كتاب ييجي على عماد صحن هو يسد لو بالشركة لانه هو مدير القسم القانوني لو من الوزارة يعني اذا ييجي الكتاب من اي مكان هو يسد الهياء ويقول لهم القانونية مال الوزارة يمي وطبعا مقابل المالات ولا تستغربوني جوز طب يعني شركة النسيج وتقولون مكتوب على مكتب اسماعيل عبارة مكتب المحامي اسماعيل كاظم لغلق كافة القضايا يعني اذا شوفون هيكي علامة عادي لا تستغربون نكتفي بهذا لانه اللي وصلني يا وزارة الصناعة والمعادن من صور قعدات اسماعيل وعماد صحن وياهم مدير التجارية بمطعم مادو وغيره وهواية كلش بس حبيت انطيكم خبر الله بالخير يا قانونية الله بالخير يا قانونية الصناعة ثالث شغلة رسالة الى مدير مصنع واسط حيدر مزهر الوزان كافي كافي تركض ورا عماد صحن لكم عمي هذا مو عماد صحن هذا هو الوزير عماد صحن صير هو وزير الصناعة لك عيني وين ما اطب القى عماد صحن وهو موظف في الصناعة شون يصير موظف وهو اختبوط الصناعة المنتابع الحساب منه يشتغل الا افضحك تركض ورا عماد صحن ومجتمعين قبل كم يوم بالفندق ين فواز الدرك اللي عايف شركته ونايم ببغداد وهو يضحك عليك اسمع يا وزان يضحك عليك فواز وانت متأمل يسويك مدير عام ويقول لك انا ادفع لك بالامانة العامة وبمكتب رئيس الوزراء ترى اسمعوا كلكم اسمعوا يالتا ياللي تشتغلون بالصناعة ترى فواز علي اكس يام رئيس الوزراء خاف يتشذب عليكم ويقول لكم ااني واني ترى كلاوات ترى ما يفيدك والله وكيلك كل شي ما يسوي لك لان هو اصلا مؤشر عليه الفساد والنصب والاحتيال يام رئيس الوزراء خلي يخلص روحه اول شي وبعدين يحكي حاج متولي مسوي نفسه وعيني عما الصحن اسوالفك كلها يمي اللي مسوي نفسه متدين وقال الله وقال الرسول والبيت وما ادر منه لا تخاف ما راح اعرض مو الخاطرك لا بس لانه بيها اعراض ناس صدقوني اللي وصلني على عماد الصحن مو ما عرفت الخاطرة ولا اني اكيف اني اصلا حلقي سهال بس لانه بيها اعراض عالم والناس اترجوني قالوا لي احكي عليهم من الصبح للليل بس عوف اعراض العالم لطلحهم فالقادم اجمل اشتركوا في القناة